رجل صاحب ثروة ومكانة تزوج امرأة ثانية بالسر دون علم زوجته الأولى طلب من زوجته الثانية ألا يعلن الأمر أولاً وألا يسجل العقد في المحكمة ثانياً وألا تلد منه طفلاً ثالثاً وألا يأتيها إلا بالوقت الذي هو يشاء رابعاً ورضيت بذلك الآن في سؤال إذا بيموت هذا الرجال بكرة مين يريد يعطيها المتقدم والمتأخر للمرأة مين يريد يورثها للمرأة ما في ولا إثبات بأنها زوجي رب السماء يورثها بس هو عمل طريقة معينة أنه هي لا تريث منه ليه؟ قال ما بدي أنا وزوجتي الأولى نتعالى وأنا بدي مرة ثانية طيب وتظلم تظلموا هذه الثانية طيب شو ساوي؟ مسؤوليتك ابحث عن حل لا تظلم فيه أحداً تأخذ حظك ولا تظلم أحداً من العباد عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصراً غيري يا إخوان نحن الآن في رمضان وأنت الحمد لله تجتهد في الطاعات صيام صدقات صلوات تهجد أعمال صالحات إيصال البر إلى الناس وهذا كل شيء محمود مشكور مبرور لكن إذا سمحت راجع نفسك هل أنت ظالماً لأحد نصيحة لوجه الله نصيحة إذا كنت ظالماً لأحد فرد له مظلمته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم تبقى حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار نصيحة يا إخوان الظلم أمره خطير كل واحد يراجع حاله رجل أو امرأ فينا إذا أنت ظالم لأحد الآن قبل أن يمر شهر رمضان أقسم بالله إذا تترفع عن هذا الظلم والله هذا أفضل رمضان يمر عليك بحياتك والله هاي ليلة الأدر تبعك إنك أنت ترفعت عن الظلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر